السلام عليكم ورحمة الله. ازاي جوا جماعة. النهاردة ان شاء الله سيبقى حلقة عن ازاي اكثر الباسورد بتاعي الويندوز بتاعي. احنا طبعا بيبقى عندنا الويندوز بتاعنا سبقى ويندوز سيفن او ايت او تن. اه ساعات جدا ببقى اعمل الباسورد ونسيها. بقى لي فترة اه ما فتحتش الجهاز بتاعي وبالتالي نسيت الباسورد. ففي ناس تقولك يلا هتنزل نسخة من الاول هنفرمط هنعمل مش عارف ايه. وبيبقى على الدسكتوب مثلا فيه داتا. اه فليه كل ده? احنا افضل حاجة اللي احنا هنعمل داتا. اه فطبعا بالنسبة للفرمطة دي بيبقى فيها مشاكل كتير جدا. وفي بعض الناس تقولك بقى لسه هنزل نسخة من الاول. وهعرف التعريفات يعني بتاعت اللاب او بتاعت الجهاز بتاعي. اه ودي مشاكل لسه هستطى بالبرامج بتاعتي. فهنقول للنهاردة ان شاء الله ازاي نكسر الباسورد بتاعت الابريتنج سيسم بتاعي. سواء ويندوز سيفن او ايت او تن. اه هناخد فاصل وحنخش على طول على الموضوع. اه هتطلوك ده يا جماعة البرنامج اللي احنا نستخدمه. تمام? وهتطلوكو اللينك تحت. في الديسكريبشن بنخش هنا يا جماعة على اللينك. فبيظل بيقول انت عايز ايه? عايز النسخة الفري بتاعت الويندوز ولا بتاعت الماك. فانا اختار طبعا النسخة بتاعت الويندوز. بضغط عليه وبعمل له ده واللود. طبعا مساحته مش كبيرة يعني. وبينزل اهو زي ما احنا شايفين. وادي النسخة يعني. وبعد كده بسطبها عادي جدا زي اي برنامج بسطبه. تمام? اه طبعا هنا بختار اللغة. طبعا ما فيش عربي يعني انجليش. وبعد كده بقول له اكسبت. بقول له نكست. وبعد كده نكست تاني. وبقول له طبعا ييس. وبيبدأ يعمل لعملية التسطيب. وفي الاخر بقول له. اه دي يا جماعة البرنامج زي ما احنا شايفينه. اه فتح معايا وبيقول لي بقى انت عايز تنزل البرنامج ده يعني تحمله على ايه بقى? فعند اختيارين. عندي اللي هو السي دي الاستوانة وعندي اليو اس بي اللي هي الفلاشة. تمام? في بس نقطة عايز اقولها اللي اللينك اللي انا هحطه تحت ده جماعة ده للنسخة الفري. تمام? وبالتالي النسخة الفري دي مش هتشتغل غير على السي دي. على الاستوانة. طب افرد انا يعني اخترت الفلاشة وكملت باية التسطيب. للأسف مش هتشتغل على الفلاشة. تمام? لازم يكون النسخة اللي هي الكاملة ودي طبعا ممنوع اللي انا هحطها في عشان كده هيبقى في بلاغات والحلقة هتتحزف. وحيبقى في مخالفة ضدي. تمام? يعني ما فيش مشكلة اللي احنا نعملها على سي دي وايبا لستوانة معانا يا. تمام? طيب. سواء بقى احنا اخترنا السي دي او الفلاش ما فيش مشكلة. طيب خلينا مسلا في الفلاش. آآ بص يا معا وانا واقف على الفلاش طبعا هنا بيقول لي ما هو ما فيش. فانا اروح موصل الفلاشة بتاعتي عشان يبدأ يتعرف عليه. وبعد ما يتعرف على الفلاشة تمام? بابدأ بقى اقول له ايه? بقول له عشان يبدأ بقى يعمل عملية الايه? عشان ننزلولي على الفلاشة بتاعتي. لكن احنا في هي هنختار مين? طيب. بعد كده يا جماعة بضغط على السهم اللي تحت ده اللي هو بتعمور عشان يبدأ بقى يقول لي انت الويندوز انت عايز تكسر بتاعه ايه? آآ مسلا ويندوز تين اربعة وستين ولا ويندوز تين وتلاتين ولا سيفن. عندي كل ايه? الويندوز. تمام? فبختار اللي انا عايزه. شوف انا الويندوز بتاع اللي انا حكسر بتاعه ايه? وبختاره. تمام? وبعد كده بقول له. وفي الاخر هو يا جماعة بيقول لي خلاص كده تم بنجاح ايه? آآ الحرق يعني او العملية. بس بعد كده بقى يا جماعة بعمل للجهاز الكمبيوتر بتاعي. وطبعا انا هنا داخل على ودي خدناها في الحلقة بتاعت آآ آآ تستيب الويندوز ازاي خش على على الدوس بتاعي وابدأ اصبت بتاعت البوت بحيس اخلي السي دي هو اللي يخش الاول او الفلاشة. او حتى الهارد. تمام? اللي انا بضغط آآ اثناء ما بعمل اف اتنين او اف تمانية او اف عشر او اف اتناشر او دليت. حاسب آآ طبيعة البوردة بتاعت يعني. طيب بعد كده بخش هوا على البوت وابدأ يا جماعة بعمل عشان اختار السي دي. تمام? تمام. طبعا السي دي آآ زي ما احنا شايفين بضغط علامة المينس او علامة البلس. المهم هخلي السي دي بقى في الاول. وهيقولي طب ليه الفلاشة مش ظاهرة من دمن البوت هنا. عشان انا نسخت على آآ على سي دي. يعني اللي انا حطه سي دي. لو كنت موصل فلاشة في الجهاز بتاعي كتها تقرأ هنا. تمام? بعد كده ببدوس اف عشرة. عشان احفظ الايه اللي انا عملته ده. تمام? اللي هو السيف اندستاني. وبعد كده بقول له طبعا. بس كده يا جماعة بيخش لي بقى هو. آآ للوقت يدخل على السي دي. بيقول انت عايز تعمل ليه? عايز تعمل للباسورد. ولا انت عايز تحزف. خلي بالك. عايز تحزف الاكاونت بتاعك. ولا انت عايز تعمل الاكاونت جديد. طبعا جميع انا عايز تحزف الايه? الباسورد. فبقول له لا. ريسيت باسورد. ريسيت يعني باسورد. وبقول له بعد كده ايه? بعد كده بعد ما بادوس بيقول لي انت عايز بقى اختار الاكاونت يعني بتاعك. فباختار يا جماعة الاكاونت وبعد كده بعمل تشيك على كلمة ريموف زي باسورد. ثم بقول له آآ نيكست. تمام? بعد نيكست بقول له بقى آآ ريبوت يعني. او ريستارت. وبس كده يا جماعة هتلاقوه هون دخلي على العمد ريستارت ودخلي على الويندوز وما فيش اي مشكلة. تمام? طبعا يا جماعة بعد ما شفنا ازاي نكسر الباسورد بمنتهى السهولة. آآ انا بس عايز اقول نقطة بسيطة. آآ لما يكون حد عنده جهاز آآ في الشغل مسلا او في البيت والجهاز ده مهم. افضل حاجة يعملها اللي هو بس مش يعمل باسورد للأوبريتنج سيستم. عشان ده سهل اللي هو يتكسر زي ما احنا شوفنا. لا هو افضل حاجة نعملها اللي انا اعمل باسورد للماذر بورد. يعني بمجرد ما اجي افتح الجهاز بتاعي يطلب بني باسورد. اللي هو على البورد نفسها. على البايوس. تمام? لكن لو هو عدى من دي خلاص اي حاجة تانية سهلة. فعشان انا احامي الجهاز بتاعي لازم اعمل باسورد على البايوس بتاعي. آآ في نهاية الحلقة آآ اتمنى تكون اعجابتكو. وننساش يا جماعة اللايك والشير والسبسكرايب. وعايزين نوصل لأول الف. وبشكركم جدا جدا جدا. سلام عليكم.